اشتركوا في القناة اساس اللقاء تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد يضم رئيسا ونائبين اضافة الى رئيس حكومة مستقل تلك مطالب رئيس مجلس النواب عقيل صالح الذي دعا ايضا رئيس مجلس الدولة خالد المشري لقبول المقترح الاممي بشأن الاتفاق دعوة سبقتها تأكدات من الاخير بانه على استعداد لتقديم اي تنازلات بغية الوصول الى حل يرضي الجميع عدا دعوة المغرب لهذا الاجتماع خطوة لبدء حوار حقيقي دون قيود او شروط تصريحات الطرفين رأى فيها مراقبون انها تبشر بحل قريب وانهاء الازمة دون الدخول في مرحلة انتقالية جديدة كانت تلوح بالافق جراء فشل كافة جلسات الحوار السابقة امر اكده عضو مجلس الدولة محمد معزب الذي عد نجاح اللقاء فرصة لتهيئة الاجواء في ليبيا واجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن ليس ذلك وحسب فاجتماعات المغرب كانت فرصة لقبول نواب مقاطعين لقاء رئيس البرلمان تكيد من عضو المجلس الاعلى للدولة بالقاسم اكزيت الذي كشف عن توجه اسليمان لفقي ومحمد العيض اضافة الى فتح باشاغة عن كتلة نواب مصرات الى الرباط للقاء عقيل صالح بناء على دعوة من الحكومة المغربية والهدف مناقشة مشروع المصالحة بين اعيان المدينة وبرقة وسبول توحيد المؤسسات توالت التصريحات المرحبة بالاجتماع فمجلس اعيان ليبيا للمصالحة دعا كل من المشر وعقيلة الى استغلال اللقاء والتوصل لاتفاق يحفظ وحدة البلاد ترحيب لم يخل من التحذير من خطورة العودة للبلاد دون الخروج بأي نتائج المنطقة الشرقية رحبت هي الاخرى بالخطوة اذ طلبت قبيلة العبيدات كل من عقيل صالح والمشري بان يكون لقاؤهما على قدر من التحديات التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الرهنة تحركات رئيس البرلمان الجديدة تؤكد كسر القيود المفروضة عليه والمعرقلة لاي جهد يسير في سبيل حل الازمة والمتجلية اسبابها في غياب قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر عن المشهد لكن وسط التفاؤل بلقاءات المغرب يبقى نجاحها مرهونا بقبول المجلس الاعلى للدولة بمطالب عقيل صالح والموافقة على التعديلات الاممية بشأن الاتفاق ولتعيد تلك التطورات للأذهان تساؤلات طرحت عقب إعلان انتخاب المشري رئيسا لمجلس الدولة عمدا عكاسها على توجه المجلس وهل تنجح اجتماعات المغرب في إنهاء الجدل الحاصل حول اتفاق الصخيرات ترجمة نانسي قنقر